ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العاد الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقده اليوم بقصر الكضيبية وفي بداية الاجتماع هنأ المجلس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وأفراد الفريق بمناسبة فوز الفريق بالمركز الأول في بطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق والتي أقيمت في كاستل سجرات بفرنسا بمشاركة سبعين فارسا وفارسة من مختلف دول العالم لمسافة 120 كم ثم أعرب المجلس عن أمنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد وقدم خالص الشكر للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية التي ساهمت في توفير العروض على المستلزمات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 والذي يعكس دور القطاع الخاص وإسهاماته الاجتماعية ثم أعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز الذي تحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بنجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان سيف النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب دامت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية وأن المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض بعد إنجازه المهمة الفضائية والإنسانية والتي شملت تجارب علمية مفيدة ورائدة تسهم في خدمة البشرية منوها بما تحققه دولة الإمارات من إنجازات علمية عززت مكانتها في مجال استكشاف علوم الفضاء بعدها أكد المجلس اهتمام مملكة البحرين بتعزيز العمل الخيري ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تنمي المجتمعات وذلك في معرض التنويه باليوم الدولي للعمل الخيري موسيقى 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 بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرت اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية تأتي في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن مذكرت اللجنة الوزارية للتقنية المعلومات والاتصالات بشأن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على ثلاثة محاول رئيسية يندرج تحتها 48 برنامج تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني في المجالات الرقمية وتشجيع الابتكار لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رقمي عالمي مذكرة اللجنة الوزرية للشئون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل الجدول المرافق بشأن تحديد الرسوم المستحقة عن تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والذي يهدف لدعم وتشجيع المخترعين مذكرة اللجنة الوزرية للشئون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن مزاولة المهن الهندسية مذكرة اللجنة الوزرية للشئون القانونية والتشريعية حول البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة شئون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان الشقيقة للأعوام 2023-2028 مذكرة اللجنة الوزرية للشئون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار السكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات مذكرة اللجنة الوزرية للشئون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي المشاركة في منتدى تترستان للبترو كيماويات